أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية اليوم نتحدث عن الاتفاق المائي أو الاتفاق تجفيف مصر الخطورة هي أن أديس أبيبة تحاول أن تدفع بمشروعها للاتفاق المائي مع أمريكا إلى الاتحاد الإفريقي وهذا الذي نكشفه اليوم هو السعي الأثيوبي إلى عزل مصر في حال إن سمحت لنفسها بالتصرف بطريقة عسكرية أو برد عسكري على سد النهضة الأخطر من هذا ليس فقط أمام تسليم إمكانية تسليم باتريوت الأمريكي باتجاه حماية سد النهضة وهذا ما طالب به الأثيوبيون بامبيو في أديس أبيبة إذن التطور الخطير في المنطقة هو محاولة تسليم باتريوت لأديس أبيبة لمنع الحليف المصري من الوصول إلى سد النهضة هذا المستشد خطير خطير للغاية لأن المشكل سيكون بكل تأكيد محاولة حماية الأثيوبيين ومصالحهم المائية مقابل دولة المصب المشكلة هو أن رفع أو عزل أو تحييد السودان من هذه الاتفاقية على أساس أنه مكتف بشكل كامل في أمنه المائي لمدة ستين سنة قادمة حسب الخبراء أو حسب الورقة التقنية صفحة 2 مما يعني على أن الاتفاق المائي الموجود والمهيئ له الآن للتوقيع والذي قاملت في مصر في مسودته الأولى هناك تعديلات في 13 فقرة وهناك محاولة للالتفاف على كل مطالب مصر في هذا الاتجاه إنما الوصول إلى حماية أمريكية عبر باتريوت لسد النهضة هذا هو المستجد الذي يعبر على ضحالة الدور المصري القادم خصوصا على أن هناك ضغط أمريكي لفك لمحاولة فك الارتباط مع روسيا السيسي ونظامه أمام اختبار لأول مرة دون هذا التوازن ما بين الروس خصوصا في شرق ليبيا وما بين الأمريكيين خصوصا مع إسرائيل في حدود غزة وفي صفقة أو ما يسمى بصفقة القرن المشكلة اليوم هو محاولة الضغط على نظام السيسي ولأول مرة من أجل خفض التنسيق العسكري الروسي المصري إلى أقل حدود ممكنة ثم محاولة تسقيف التكنولوجيا الموجهة إلى السيسي الروسية في مصر أو الموجهة إلى السيسي عن طريق موسكو بل إن الأمريكي هو الذي أعطى خبر تعيين ابن السيسي في موسكو ولكن هناك ضغط وتدخل للخارجية الأمريكية لمنع هذا حتى لا يعتبر أنه رسالة سلبية إلى ترامب وإلى العطراف الإقليمية خصوصا منهم نيتنياهو وأول إشارة بعد هذا التعيين لإيقافه وإجهاضه تم عبر تل أبيب وهذا ما كشفناه في وقته من المهم اليوم أن نعرف أن الأمريكي يدرس تسليم صواريخ باتريوت لحماية سد النهضة ضد مصالح مصر ومصر المطلوب منها اليوم هو خفض السقف التكني والسقف التنسيقي مع روسيا هل يقبل المصريون؟ هذا ما ننتظره مع مستقبل الأيام إلى اللقاء